ما تفضحه كاميرات المراقبة كثير منهما يكرر عمليات سطو حدثت في السينما وفي النهاية ينجح الامر لدى السراق لكن في العراق يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة لعملية سطو غريبة من نوعها قيل انها في العراق حيث دخل احد الاشخاص مرتديا العباءة والنقاب ومعه مسلحان قام احدهم بتكميم فم السيدة التي تفاجأت به لكن سرعان ما باءت عمليتهم بالفشل ما وصفها النشطاء بالافشل في التاريخ من حيث الالية التي نفذوها بين ساخر عليها وبين منتقد لغياب الامن والامان سيما ان في العراق احداث وجرائم تهدد ارواح الناس في بيوتهم وفي الشوارع واماكن العمل